بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام ربنا أعلنا على ذكرك وشكرك وحش عبادتك آمين يا سميع يا هدي أما بات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا ذكرت وقبيلك أحد النبي عليه الصلاة والسلام من ذكره بخير قالوا حد يحبه ويحبه لأنه لماذا؟ وحد كان هو حلب من دارت فيها رحل حرب بين الحق الذي يقوده نبينا عليه الصلاة بفضل الرحمن وأنذال الكرب من كباش حمي وطيس وازداد سعيرها وكاد يكون الإسلام فريان ليذهب به إلى الغربة وإلى القراغ لكن المولى سبحانه وتعالى جعلت تلك المكان ذلك المكان ليكون راسخ في أذاننا حتى نفهم أن الله يريد حقا أن ينتصر رسوله وحبه محمد عليه الصلاة والسلام ينتصر بكل من الناس الذين أكدوا أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أخذ الجد ولا تفريط في تطبيق ما أراده الله وأوصب به نبينا عليه الصلاة والسلام نعود إن شاء الله الرحمة